يتقول إذا الشخص درس في جامعة وكان يعني شخص ممتاز في تخصصه وقريبا يتخرج وفجأة من غير سبب ترك الجامعة هل هذا يكون مكتوب عليه ومن قدر الله أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك الجواب نعم كل شيء بقدر قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره وتقديره ولذلك الأمر كله بقدر الله لكن هل يستسلم الإنسان الذي ما يدري يعني مثل هذه الأمور هو لا يعلم الغيب هل الشريعة دعت الإنسان أن يستسلم الجواب لا الآن شخص يدرس دراسة هو شخص ممتاز وذكي ومضى سنوات ثم فجأة ترك إذن في سبب في سبب صحيح هذا قدر لكن في سبب المسلم مدعو إلى أن يعانج مثل هذه الأمر قد يكون عين قد يكون حسد قد يكون حالة نفسية مثلا معينة قد يكون فهم مغلوط بعض الناس الآن للأسف عنده فهم مغلوط يعني يأتيها من جانب ديني يقول لا أنا ما أريد الشهادة لأن أنا طلبتها للدنيا وهذا كلام مردود يعني هذا يعني ما يتناول بمثل هذه الطريقة فبعض الناس قد يكون عنده تصور مغلوط فهم مغلوط عنده شبهة لذلك يعالج الإنسان هذا الشيء ويرجع إلى أهل العلم أو إلى أهل الطب إذا كان يعاني مسألة صحية أو مسألة نفسية